القضايا القضية الفلسطينية الأوضاع على الأرض كالتالي الاحتلال الإسرائيلي يطل برأسه النكراء من جديد يفعل ما لم يسمع به الأولون ويرتكب جريمة حرب جديدة في قطع غزة بقتل ثلاثة من الشبان داخل مستشفى ابن سيناء في عملية شنعاء وصفتها الصحافة العالمية وتقارير منظمات حقوق الإنسان بجريمة حرب في نفس الوقت بتتحدث تقارير على لسان مسؤولين في حماس بأن الحركة تلقى الدعوة لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل في غزة بجهود مصرية قطرية أمريكية من جهة تانية قالت وكالة أونروا أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمولها سيكون له عواقب كارثية على قطع غزة وسوف يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني والذي نراه أنه انهار بالفعل يعني كل ما كان يتحدث عنه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من حقوق إنسان وما إلى ذلك هو انهار على عتبة وأبواب فلسطين أبواب غزة تحديداً مازالوا طبعاً يكيلون بمكيالين عموماً ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى 26900 شهيد والإصابات وصلت لـ 65949 مصاب منذ 7 أكتوبر التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري النهاردة بالمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وتناقش معه حول الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدة الإنسانية الغزة حتمية التنفيذ الكامل لقررت مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة الحقيقة العدوان الإسرائيلي بيتمادى ويتمادى ويصحف على جثث الأبرياء لا يلقي ولا يلقى بالا أو يلقي بالا بأصوات الرفيدين فقط يركز على قلة من مؤيدي وعجرفة العسكرية الحقيقة نروح نتناول المزيد من التفاصيل سواء على الجانب الميداني أو السياسي بينضم لنا عبر زوم من جناف الدكتور هيسم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي حول الإنسان بالأمم المتحدة برحم حكي فاندم أنا بك دكتور هيسم في البداية شايف زي الوضع الدولي بعد قرارات محكمة العدل الدولي هل أضافت جديد؟ مع مسأل خير لك ولكل المشاهدين لا شك أن القرار الأول الظن لمحكمة العدل الدولية قطف قلقا على عدة صعب لدى الكيان الأسرائيلي وخير دليل على ذلك هي البيانات التي خرج من بعدها البيانات النارية التي طالت المحكمة والهيئة القضائية للمحكمة حتى والعدم الالتزام والتعنت في ذلك هو خير دليل على مدى قوة صدى قرارات محكمة العدل الدولية التي أقامتها جنوب أسريقيا ضد الكيان الأسرائيلي بذلك فإن هذا الصدى القوي الصادع يجب الاستفادة منه من أجل وقف هذه الأعمال العسكرية والإبادات التي تقوم بها اليوم أسرائيل والضغط على البحث الدولي الآخر الذي ما زال يقف خلف الكيان الأسرائيلي ويحاول أن يدافع عنه وأكثر من ذلك خرج بعض الناطقين الرسميين لبعض الحكومات ويقول بأنه ليس هناك من إبادة حصلت اليوم في غزة هذا مطروب للرأي العام الحقيقة في ساعات الأولى بعد لحظات إعلان المحكمة كنا مستبشرين أنه من ثم سيحدث لوقف إطلاق النار ولكن هذا لم يحدث هل ترضخ حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار بعد الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما نسميه أنها ثلاث مراحل في غزة في محاولة الوقف إطلاق النار نعم هناك قرارين في مجلس الأمن 27-20 و27-22 وعلينا أن نذكر به هناك جاسة طلبتها اليوم للجزائر لمجلس الأمن ومن أجل بحث تطبيع مقرارات محكمة العدل الدولي لذلك هذا الأمر اليوم منوط بدول محدودة جدا في مجلس الأمن وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون بريطانيا من ورائها ولكن في الآونة الأخيرة اصطفت بريطانيا في الوسط لأنها تدرك مخاطر استعمال النقد يعني البيتو في هكذا قضايا حساسة خاصة وأن هناك قرار لمحكمة دولية وهي أعلى منصة قانونية في العالم لذلك هذا سيعكس سلبا على أداء الحكومات وهناك سيكون كجذبات سياسية في داخل هذه الدول فيما لو مضت في دعمها المطلق لأيكيا الأسرائيلي من هنا أرى بأن للولايات المتحدة الأمريكية حسابات وأتمنى أن تعيدها لأننا دخلنا في مرحة الانتخابات في أمريكا وهذا على المستوى الشخص يجب أن يدركه السياسيون والذين يترشحون اليوم في هذه الانتخابات لذلك سنترقب ونرى ما إذا كان هناك استعمال آخر للبيتو الأمريكي وسنبني على شيء مقتضا وفقا للحاجة القانونية سؤالي الأخير لك يعني وأنت رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أطلعني على آخر البيانات التي صدرت عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص أحداث غزة وخاصة يعني التقارير حول قتل ثلاثة شبان داخل مستشفى ابن سيناء سيدتي نحن لدينا تقارير يومية حول موضوع غزة سواء كنا في المجلس أو المفوضي أو المجلس الدولي للأمم المتحدة هناك تقارير تخرج يومية عن هذه الهيئات الحقوقية بما يختص غزة وهناك أيضا متابعات على كافة الصعود والمستويات هناك متابعات على المستوى الفقوقي والديكلوماسي حتى يبدأ لمؤاذرة القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وطبعا هناك أيضا تحضيرات لعدد من الإجراءات التي قد تكون بها في الأيام المقبلة وهناك أيضا متابعة حسيثة لما أصدر عن مكتب مدعي عام الفدرالي السويسري ونحن نتابع هذا الأمر بجدية وسنكون في الأسبوع القادم على تماث مع الهيئات المعنية في هذا الشأن من أجل دفع هذا الأمر إلى الأمام الأكثر وسنتابع معك بكل تأكيد دكتور هيسم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة شكرا جزيلا لك